السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأسعد الله أوقاتكم طبعا نكسب الصلاة على النبي اللهم صلي على سجدنا وحبيبنا محمد اليوم حابة تشكر المتابعين واللي متفاعلين معانا بهالقناة وبهالقصص وليكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الأحلى واللي مو مشترك أتمنى منه الاشتراك وتفعيل زر الدرس وليك على هاي القصة اليوم جيناكم بما هو كل جديد إن شاء الله قصة حلوة وجميلة وواقعية واتمنى أن تشاهدون هاي القصة للنهاية وتنال إعجابكم واستحسانكم ويا الله بينا الاستماع قصة اليوم طبعا قصتنا اليوم تبدأ مع الشاب نمر وهذا الشاب نمر ساكن بدير تهله وعربه وناسه وهو أتو الصيد ويحب البراري ومقضى غلبيت وقته بهالصيد وبهالبراري بيوم من هالأيام أصدفته وبهالعرب شاف ابن عمه وانه يقول له يا ابن عمي شرائك اليوم نطلعان وياك على الصيد نطلع نفضي عن حاننا وصارنا زمان ما طلعنا صدنا سوا طبعا ردله ابن عمه وقال له إيه بالله يا النمر أنا دع أفكر بهالموضوع صار لثلث ايام أريد أطلع لاني ضايق أخلاقي بهالديرا وبهالعرب وريد عندي سوية سوال فريد اتهرج معاك واحنا بهالصيد طبعا جهزهم الخير وجهزهم عدت الصيد النمر وبن عمه وخذهم الوقت وطلعهم على هالصيد يعني على هالطريق يصيدون هم بعد ما أبعدهم عندنا الديرة أظلمت عليهم الدنيا وقابة الشمس وبعدهم عندنا الديرة كثير ابن عمه للنمر قالوا يا النمر ترزا بدنا نرجع على هالديرة يعني ما راح لحق لانه عتمت الدنيا وصارت الدنيا ليل وخبرلك بيديرة هنا حوالينا اش رأيك نستضيفها وانبات عندهم وثاني نهار نرجع على عربنا واحنا دعا نصيد ونفضفض عن حالنا زاد قالوا النمر ها هي يا ابن عمي ومثل ما دعا تقول خلينا نقبل على هالديرة هاي القريبة مننا ونستضيفهم وانبات عندهم وثاني نهار نرجع على هالنا لانه لحظا بدنا نرجع ليلة الدنيا واعتمت ومي زابطة نرجع خلنا نضيفها العرب وانبات عندهم وثاني نهار نرجع على اهالنا النمر وبن عمه اقبلهم على هالديرة هاي القريبة منهم على هالعرب وانه يقولوا قبل ما يفوتون يعني على هالعرب قالوا وبن عمه اش رأيك نروح نستضيف الشيخ بيت الشيخ يا النمر وانبات عندهم وانه يقولوا النمر يا ابن عمي ترى اذا ضفنا الشيخ الحز يعني العربان كلها ملتم عندها الشيخ وسهرتهم واحنا يعني تعرف انت نريد ان نبات عندهم وثاني نهار تكسر على هنه اذا بدنا نضيفها الشيخ بده يحلف علينا ثلث يام ما نطلع من بيته واحنا تعرف انت اذا قعدنا عندهم ثلث يام اهنه وعربنا وديرتنا راح يستفقدوننا وميزابطة تعال اذا نشوف اننا بيت منطرف من هديرة وانبات عنده وانياك والصبح نتيسر على هنه بكير مشان ما يستفقدوننا وانت تعرف اهنه وديرتنا وعربنا قالوا على راحتك يا النمر ذاك بي بيت دا اقول له منطرف عندنا الديرة وعننا العرب دي ما اشتروا عليه وانبات عنده اقبلهم عليها البيت وصاحهم يهل البيت يا عرب طلع عليهم صاحب البيت وحأهلا بيهم ورحب وياهلابكم وحياكم الله وتفضلهم على البيت والله فاتهم وقعدهم وجاب هالكهواء ضيفهم وكثر هالخيرات حطهم هالعشاء وتعشهم وانه يجي قهوش الشيخ طبعا قبل ما يجي قهوش الشيخ يا شباب النمر وابن عمه شافهم بي انه صاحب هالبيت اللي استضافوه بي ولد يعني عمره ما يقل عنا الاربعتاش او خمسطعش عام ولد لساتو صغير شبيب هاش بيب هذا يعني يحب السوالف وسوالفو انه هرج زلم كبار يعني وقت ابوه يطلع مثلا يروح يجيب شغلة من برات البيت يجي ويقعد معها هالنمر وابن عمه ويقوم يهرج معاهم ويعني مبين عليه صبي وزلمة كبير يعني هرجه هرج زلمة كبير وهو صغير عمر وجه قهوش الشيخ وانه يقوله صاح يا اهل البيت يا عرب طلع عليه صاحب البيت وانه يقوله تفضل فوت حياك الله وانه يقوله عم الشيخ استفقدك ليش ما جيت وتعرف اليوم عم الشيخ بده يقول اللقز واللي يحله ينطيه خيل وينطيه مال وينطيه حلال قال له ايه بالله عندي خبر وسلم لي على عمك الشيخ وقل له بي عندي ضيوف واليوم ما اقدر عجي طبعا وقال له الضي يعني القهوش الشيخ وانه يقول له عم الشيخ قال ازا جايينه ضيوف ازا بي عنده حدا وما اقدر يجي خال ليه يجي هو وضيوفه بل يحلون هاللقز ويساعدون هال الشباب الديرة وهالعرب بهاللقز هنا النمر وبن عمه دعي يسمعون الهرج القهوش دعي يسولفه قالول له بعد ما راح القهوش قاله من صاحب البيت اللي مستضيفين عنده قالوله شنو اللقز وشنو قصة الشيخ وبيه لقز ولي حل اللقز ينطيه مال وينطيه حلال وينطيه اسمعنا وخيل قالهم ايه بالله هالحجل اللي سمعتوه والهرج هذا صحيح لانه الشيخ من كثر موه زكي يعني على طول يقول القاز بهالديرة ولي حل اللقز يعني ينطيه مثل ما قلنا لكم حلال ومال وخيل وبس من كثر موه زكي وصاحي هالشيخ ما حدا يقدر يحلله ولا لقز وعلى طول كل فترة وفترة يجمع زلم هالديرة وارجال ويقولهم القاز واللي حل ينطيه خيل وينطيه مال وينطيه حلال دحق هيكا النمر على ابن عمه وانه يقول له ديقوم ترو على بيت الشيخ نشوف هاللغز اللي راح يقوله بلش نقدر نحله ونرجع على عربنا وعلى ديرتنا عدنا مال وعدنا حلال وعدنا خيل يعني احنا جينا بصيد ونرجع برزق ازا حلينا اللغز وانه يقول له ازلما اللي مستظيفين عنده قالوا لهم ترى مو انه ازا ما حليتم اللغز راح يعيفكم الشيخ ترى راح يحط عليكم شغلات وتسوونها عرب وبدير ازا ما حليتم اللغز يعني ازا منتم قد حل اللغز لانه كثير ناس وكثير رجال اللي تمت على لغز الشيخ وما حلوا انا اقول لا تتورطون وتدخلون بهاللغز مشان ما تترزلون بادديرة وبالعرب واني مستظيفين عندي مشان ما يسود وجهي جدامكم قالوا له انت ما عليك وديقوم ترو على بيت الشيخ نشوف شو عنده لغز ونحلو ان شاء الله باذن الله طبعا قام المستظيفين عنده الرجال والنمر وابن عمه وتقبلهم لي ثلاث بيت الشيخ وبعد ما وصلهم بيت الشيخ فاتم وسلمهم على هالرجال اللي قاعدين وهلا بيهم الشيخ ورحب وصاع القهوتي هاته القهوة طيفهم القهوة وبعد ما قعدهم طبعا الشيخ قالوا لهم اللغز وبعد ما قعدهم طبعا الشيخ قالوا لهم مين اللي بدوا يحل اللغز يجي يقعد جدامي تريد اقول له ازا ما حل اللغز اش راح يصير بيو واذا حل اللغز اش راح ياخذ مني جدام هرجال وجدام الموجودين كلياتهم طبعا الحاضي قام يدحق على الثاني وانه النمر يدحق على ابن عمه ودحق على زلمة اللي مستضيفه وانه يقشر بيده قال له انا يا عم الشيخ بدي حل اللغز طبعا هنا ازلمة المستضيف والنمر قال له يا النمر لا تتورط واني يعني انت مستضيف عندي وباك رزا حط عليك شغل الشيخ يعني بدي يسود وجه جدام الديرة ورجال الديرة قال له يا عمي انت لا تاكل هم وان شاء الله ما يصير الا الكاتب والله قال له الشيخ تعال يا الرجال يا الضيف فلان تعال وقع الجدامي انت اللي بدك تحل اللغز اوقع الجدامي خلينا اقول لك الشيء اللي راح تاخده ازا حليت اللغز والشيء اللي راح يصير بيك ازا ما حليت اللغز طبعا قام النمر وقع جدام الشيخ وانه يقول له اتفضل قول لي يا عم الشيخ اش بي عندك قال له الشيخ ازا ما حليت اللغز ترا يا النمر انت رايح تشيل رجال من الديرة وتمشي بيه جدام رجال هالديرة كل ياتهم والرجال راكب على ظهرك وازا حليت اللغز راح امطيك خيل وراح امطيك مال وراح امطيك حلال قال له اش علي يا عم الشيخ وقل لي شون هاللغز قال له لا بالله يا النمر ما راح اقول لك عن اللغز الحز باكرة الظهر تجتمع رجالة ديرة كل ياتها وتجي انت وبن عمك والرجال المستضيفين عنده الظهر نتقابل بهالبيت الشعر ببيتي وقل لك هاللغز وازا حليت وتاخد هالحلال والمال والخيل وتليسر على هالك وازا ما حليتو مثل ما قلتلك بدك تشيل رجال من هالديرة وتمشي جدام الزلم الزلم الماجودة هاي كل ياتها قال له ابشري عم الشيخ وان شاء الله حل اللغز وما يصير الله كل خير طبعا هنا قام النمر ورجع قعد من محله وصاع القهوة الشيخ وضيف الرجال قهوة وبعد ما تعلله قامت هرجال وقام النمر وابن عمه والرجال المستضيفينه وتيسرت يعني فضتت تعليله وتيسرهم على بيت الرجال المستضيفينه بعد ما وصلهم وهم على هالطريق دعي يعني يتحاشون الرجال المستضيف والنمر يقول له ليش وردت حالك النمر ترى منت راح تقدر تحل لغز الشيخ وزلم كثير ورجال انه جت على الشيخ وما قدر تحل لغزه قال له ما عليك يا عم الشيخ وان شاء الله حلو وان شاء الله ما يصير الا الكاتب والله وهم دعي تناقشون طبعا بعد ما فاتم بيت الرجال هالولد اللي قلت لكم عليه انه عمره 14 عام ابن هالرجال المستضيفه النمر اسمع والده دعي يقول للنمر يا النمر ترى منت راح تقدر تحل اللغز ودعي يعني انه تحاشون مشانا اللغز وجه قعد عند النمر ووالده وابن عم النمر وانه يقولهم شون اللغزة ليطاكم اياه الشيخ قالوا له لسه انه الشيخ ما نطعنا اللغز باترة الظهر راحين نجتمع ببيته الشيخ وان شاء الله يقدر يحلوا النمر هاللغز وانه يقول له يا ابا ادخليني اشارك انه انا حل اللغز قال له يا ابني انت عمرك زغير وشلون يعني بدك تحل اللغز قال له يا ابا صحية انا عمر صغير بس ان شاء الله اقدر احل اللغز وما يسود وجهك بالديرة وجدام رجالة ديرة قال له يا ابني قال له يا ابا انا الولاد لما كانت يعني تروح تلعب انا كين تقعد مع الرجالك الكبار واسمع حرجهم وان شاء الله حلل لك اللغز ووجهك ما يسود جدام رجالة ديرة قال له عجل باكر تيسر معانا يا ابني اقعد مظافة الشيخ وان شاء الله يصير كل خير طبعا نام ووجه ثاني نهار وصارت الظهر وتيسر النمر وابن عمه واللي مستضيفين عنده الرجال وابنه اللي قتلكم عمره 14 عام وهم مقبلين على مظافة الشيخ طبعا هنا المستضيف عنده النمر الرجال داعي يقول له يعني ازا تقدر تنسحب ما تحل اللغز يا النمر انسحب وخطيتك برقبتي مشان ما يسود وجهي ووجهكم ويعني مشان جدام رجالة ديرة وهم مقبلين قتلكم على مظافة الشيخ هالولد مقبل معاهم ابنه لهذا الرجال شاف له قسرة عود وشالها بيد وقام يلعب بيها مثل انه يحركها جبلة وشمال انه داعي تسلى بيها تسلايا قال له هين النمر يا عمي لا تاكل هم وان شاء الله ازا ما قدر ابنك يحل اللغز انا راح احله لاني انا اتورط بهاية السالفة وان شاء الله ينحل معانا وفاتم على بيته مظافة الشيخ وسلمهم لقم هرجال كلياتها ماجودة وقعدهم وسلمهم وهلم بيهم ويا هلابكم ورحبهم ووقعدهم وهين الشيخ وجهه ثقيل شوي انه شلون موجودة هرجال كلياتها وجايبي لي هالطفل هذا معاكم مظافتي انه لقاها ثقيلة ومهي زابطة انه ولد قاعد مظافة الشيخ وبعد ما قعدها ولتمتها رجال كلياتها وانه يقول الشيخ يلا يا النمر مو انت بدك تحل اللغز تعالوا قعد مقابيلي خلينا قولك على اللغز تشوفك تحله ولا لا قام هالرجال اللي مستضيف عنده النمر وانه يقول له يا عم الشيخ انا جايب لك ابني هو اللي بده يحل قبل عن النمر يعني هو بده يحل بدال النمر اللغز قال له اش داع السولف انه يقول له ايه بالله هو اللي راح يحل اللغز وزا ما حله مثل ما قلت انت والبدك يا يصير طبعا قام الولد وقعد مقابيلي الشيخ وكسرة العود موجودة بيده وبعد ما قعد الولد مقابيلي الشيخ لان الشيخ يعني شلوم دا قلكم وجهه الثقيل ولقاها ميه زابطة ابحقه انه ولد يقعد مقابيله وخايف لا يحل لغزه ويعني يترزج جدام رجالة ديره وهو شيخ ويا ما جاي عليه رجال وميه قدرانه تحل اللغز طبعا تضايق الشيخ وبس انه انحكم جدام رجال وجهه الولد بدي يحل اللغز وبعد ما قعد الولد مقابيلي الشيخ قلت لكم الشيخ دغنه طويلة قام يمسد عليها وينزل يده لثلاثة القاع مستدلها تمسيدتين ثلاث وبعد ما مستدلها الولد رفع اصبعه وقام يحك براسه هنا بلما شاف الشيخ قام يحك براسه صاع على القهوتي قال له القهوتي هات كيلة مي ورميها جدام الولد بعد ما جاب كيلة المي القهوتي ورماها جدام الولد طبعا الولد كسر كسر من العود وزتها بهالمي هنا بعد ما زتها بهالمي الشيخ دحق على الولد وابتسام بعد ما ابتسام وانه يقول يا النمر مبروك عليك المال والحلال والخيلة الاصيل طبعا الكل ارجاله ديره كله تفاجأت وشنها اللغز والشيخ ما سولف شي ولا صدر منه شي انه سولفه ولا صير بناتهم حكي قال له يعني لحظ حل اللغز قال له اي بالله حل اللغز وانت اللي كسبت تفاجأ النمر وتفاجأ ابن عمه والرجال اللي مستضيفين عنده وارجال اللي موجودين بالمظافة كله ياتهم انه يعني شلون حل اللغز وما فهمنا شي وما دار ما بينهم حتي قام صاح الشيخ عليها القهوتي قال له جهز الحلال وجهز الخيل وجهزهم المال اللي قلت بيه يعني النمر لك زحليت اللغز طبعا قام القهوتي وفضت الزلم الرجال وقال له يا النمر من هنا لشغلت ساعة ساعتين تجي تاخذ حلالك وخيلك ما بين يجهزو لك ياه والمال وقام النمر وبن عمه على بيت الرجال المستضيفين عنده وهالولد وبعد ما وصل من بيت هالرجال وانه النمر يجيب الولد وقعدوا جدامه وقال له طيب اللغز شنون حليته وشنو هو اللغز يعني احنا ما شفنا اللي صار بينك وبين الشيخ ويعني ما صار بينكم حتيين قال له الشيخ لما قعد تاني مقابيله ورجال موجودة كلياتهم الشيخ لقاها كبيرة بحقه ويعني خاف انه حل اللغز ومي زابطه جدام رجال اللي هو شيخا كبير ومعروف بين القبائل وبها الديرة بس ادلي على دغنه تمسيتين ثلاث ويعني اللي فهمتوا منه انه قال لي انا عمك زلمة كبير وشيخة ديرة ورجال كلها موجودة يعني مي زابطه انت تحل اللغز واني شلت اصبع ايدي وحطيته على راسي يعني قمت حك راسي يعني قلت له انت مقامك على راسي وانت كبير وكبير القبائل وكبير الديرة ورد صاعة القهوتي جاب كاسة المي ولما جاب كيلة المي وحطها جدامي اني كسرت كسرة من العود وزتيتها بهالكيلة يعني اللي فهمه الشيخ مني اني اني سفينة وببحرك واريد اقطع عالطرف الثاني يعني اذا قطع هالعود اريد اقطع السفينة عالطرف الثاني ويعني يعني اني مشان ما يترزل ابوي ويترزلون الضيوف اللي موجودون عند ابوي بهالديرة وبهالقبيلة وميه زابطة والشيخ صاع عليك وقال لك يا النمر مبروك وحليتهم اللغز لانه فهم علي اني اريد احل اللغز مشان ما يسود وجه ابوي بالديرة وضيوف اللي ماجودين عندنا واتمنى انه يكون وصلتكم الفكرة واجبتكم القصة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وهاي قصتنا اليوم واتمنى ظلون مستمرين معنا بمشاهدات هذه القصص اللي دعني رويلكم اياها والواقعية من صفحة سوال فالزينين قصصنا الجميلة وتعليقكم الحلوة اتساعدنا واشتراكاتكم ولايكاتكم اتساعدنا على رفع الغناي وقصصنا يصل لقيركم وعدد كثير من الناس تحياتي للماجودين واللي مستمرين بسماع قصصنا من صفحة سوال فالزينين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته